بعد وقت قصير من صلاة المغرب وفي وقت مبكر قبل صلاة العشاء يصل محمد ومتطوعون أخرون إلى كنيسة بارك لتحضير المكان لإقامة صلاة العشاء وما يتلوها من صلاة ترويح هذا هو الحال منذ مطلع شهر رمضان أنا سعيد وفخور أن الجالية المسلمة تجد راحتها بيننا وتختار كنيستنا لإقامة صلواتها في كل رمضان من كل عام هذا يؤكد لنا مرة أخرى أننا جميعا نتوجه بالعبادة إلى إله واحد وأن قيمنا مشتركة وواحدة في جميع الأديان الجالية المسلمة المقيمة في هذا الجزء من شمال فارجينيا ولأنها بصدد بناء مركزها الإسلامي الخاص بها في الوقت الحاضر ولتعدر إنجازه تطوع مسؤولو الكنيسة المجاورة لمقر بناء المركز الإسلامي السلامي وقدموا كنيستهم للجالية لإقامة صلواتها في أيام الجمعة والترويح خلال شهر رمضان إضافة إلى المناسبات الاجتماعية لدينا علاقات طيبة مع إخواننا في الكنيسة ونحن نقيم صلوات الجمعة هنا أيضا علاقتنا تقوم على الاحترام العميق لبعضنا البعض ونحن على صلة طيبة منذ سنوات خلت هذه التجربة التي تحدث للعام التالي على التوالي تجد تقديرا كبيرا من مسلمي شمال فرجينيا الذين يؤكدون أن هذا الأمر عزز من الترابط بين سكان المنطقة وحقق قيم التعايش والتسامح بين جميع الأعراق هو ده جمع التسامح هو ده الأخوة هو ده الإسلام هو ده الشعوب إزاي بتتعاون مع بعض لا يوجد فرق بمسلم المسيحي في كل مساء يرتفع الآذان في هذه القاعة ويأتي مسلمون أمريكيون يتحذرون من أصول مختلفة ليجتمعوا في مقر الكنيسة في صلاة جماعية صلاة يجد فيها القائمون على المركز الإسلامي تحقق أجمل معاني جميع الأديان وجودنا في هذا المكان إنما يدل على هذا التسامح الذي وهبنا الله إياه بهذا الفهم الذي نزعم أنه الفهم السليم لهذا الدين في أن يتعامل الجميع على أساس فيه على الأقل إن لم أتفق معك فليعني هذا أن تكون عدوا لي هذه صورة تجسد قيم التأخي والتأذر والتعايش والتسامح التي يقول بها سكان مدينة بيرك سكان يقولون وهم من مختلف الديانات أن الغاية الأساسية ولجميع الأديان هي تحقيق هذه القيم بين الناس والتوجه في نهاية المطاف بعبادة إله واحد رابح فلالي الحرة بيرك شمال برجينيا